على فيسبوك يا زلمي قل لك ماسوني وخلص بدك إياها ماسوني وصهيوني وإلي بدك إياها وإخواني سلفي إن شاء الله ما تكونش هذه الإجابة استهزائي فقط لا أنا عيب الظبط أنا كله كله وآخر عقد عملته مع المخابرات بوركي نفاسه بكرا راح وقعه إن شاء الله يلا تفضل أنت جاي من اليمن أعبس لك سؤال قل لي باختصار إن هذا الاستفتاء كاذب لا علاقة له هل اليمن بحاجة لثورة جديدة أو لا هذا هو أجب تعالى نفسك هل هو بحاجة عباس الفساوة ضعبان الحوثي دخل إلى الشاحات وتقمص دور الثورة ورفع علامها بينما كان يتمدد في الثياف والقفار وفي المدن يا أخي رد علي يا زلمي بدون ما تعطينا محاضرات يا رجل رد علي كل الكلام اللي حكى هلأك بك تجي تقوله أنت حنكليشي ولا شنكليشي مشان أعرف بالظبط كيف رد عليك أنت ماسوني ولا صهيوني خير رد علي رد علي تبيعش الوقت فضل يلا أنت جاي أتكلم على ما تشيئنت ولا أتكلم اللي شهر أنت يا أخي تكلم بس ما تبيع ليش الوقت أنا بدي مشانا أنا قدري أنا نمت هو بتكلم فضل على فكرة أنا كنت نايم قبل شوية طيب رد علي يلا أرضو يعني ما قلتش ألأت منام سياتك ولذلك يجب أن نكون واغين ومدركين ورفع علامها بينما كان يتمدد في الثياف والقفار وفي المدن يلتيت أنت لماذا جاي لهون أنت لماذا قادم هنا سيد عبد الملك الحوثي هو زعيم لجماعة أنصار الله علي عبد الله صالح هو زعيم للمؤتمر الشعبي العام وهو رئيس سابق له كل التقدير والاحترام بأنه بشار جزء من الحل طب لماذا وبالأدوات الخارج عباس المساواة طب لماذا فيصل القاسم وغيرهم صحيح صحيح والصهايني والمسوني وكلاتهم معك سمعت هذا الكلام ألف قاطع لي بسرعة يلا خلينا قد راحتي تعالنا وانتو ننزل صنعة ونشوف ونشوف ما نحل الحاج بعد عباس عباس هو يعرف عباس منه وعباس أو غيره عباس المساواة ما يقول هذا عباس المساواة يتضع عباس بين 2011 وعباس بين 2015 المستجد في حياة عباس عباس المساواة كنت أتمنى من الأخ عباس أن يكون في صنعة موجود أن يكون موجود في صنعة بس أنت شو بدك بعباس والله مش مهم عباس مهم الثورة حكي لي عن وضع اليمن أهم من عباس بمئة مرة ما بدي قاطعك كمل جميل جميل لماذا تنزعج دكتور فيصل عندما أقول هنا بالمناسبة عندما تهاجم الشخصيات وتنسى الموضوع الناس بتضحك عليك موضوعي أهم من عباس المساواة والله هذا مجرد زلمي كاتب وأعلاني أنا أأسف عليكم يا أخي تأسفش علي شو بدك ما تأسف علي أسف على حالك تخيل انت تحكي عن الثورة بس أنا أسف عليكم ما شاء الله عليك يعني اللي بسمعك جاي من سويسرا يعني بس أسف عليكم كمل كمل أين الثورة يا عباس الراحة في أي شارع في أي زغط في أي الشيطان الأكبر الشيطان الأكبر أوكي طيب ما شاء الله طيب هذا يعني أنت بعقلك الآن أطراف سياسية كلها جالسة هؤلاء بعقولهم طيب يعني وزير الدفاع طيب هيمثل تمثيلية جميل خليني أنا أمثل لك تمثيلية لا 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 عباس المساواة ويقول لك كذب يا أخي 96% من المصوتين يدعون إلى ثورة ثانية للكرامة عباس 2011 غير عباس 2012 و15 لأن 2011 لو عيدت الظروف إلى 2011 سأقف نفسه موقفي الشابق قط أعلى شهادة عنده شهادة الميلاد معقول يا زلمي إن حصل عليها ولو أؤكد لك أنه لم يحصل عليها بعد بس عجبك كلامه يا أخي أنا لا أعجبني كلامه ولا أعجبني كلامك رد أنت طيب والله العظيم بشرفك بدي سألك أنت صلك ربع ساعة بتحكي لو ترجمتلك كلامك للإنكليزي والله العظيم ما في ولا جملة مفيدة أقول لك إياها وأنا كتبتلك قبل شوي يا زلمي جاي أنت تضحك لي تعملي هيك صار ناسفك مليون ألف ناس فيه والله العظيم ناسفك نووي إنشطاري رد علي يا زلمي أنت جاي بواحد يكتب من واشنطن حلق أنت من أول ما بدأت النقاش من أول ما بدأت النقاش والله بدي منشانك من أول ما بدأت النقاش أنت عباس المساوة لابس خاتم فرساتشي عباس المساوة أنت مبارح أكلت ملوخية باللبن يا حبيبي والله يا أخي روح كلمتين عن الثورة أنا جاي بموضوعي أيهما أفضل لليمن الحوار أم الثورة ترك لي فيصل القاسم الماسوني الصهيوني البعصي والزلمي هذاك وادخلك أحكي لك كلمة مثل الناس والأوادم صار يضحكوا عليك الناس يا زمان أنا مصر مصخرة يقريب عالك أنت مصخرة وماذا الذين نزلوا ضد الحوثيين ما فيش ما أحد نزل ضد الحوثيين باش لا عندكم بالجزيرة بس بالجزيرة أبدا لم ينزل أحد يعني ونصدك أنا ما صدقت أنا أنت جاي من اليمن لم يخرج الآلاف لم يقتل الحوثيون عشرات اليمنيين بسبب خروجهم إلى الشوارع لم يقتلوا قل لي لا يا أخي قل لي لا لا ما فيش ما قتلوا ما فيش خلينا كلمك خلينا كلمك تجد مثلا أمير قطر تمام استغفر الله العظيم خلينا كمل لك استغفر الله العظيم فين أصلك وفصلك ودنيا جاي تقول لي أنا بانتقد علي عبدالله صالح تبدلا كي يستبدل النظام السابق أنت شخصية يا أخي هلق رجع لي شخصية أنت شون مرة هذه عاب جاوبني 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 ماشي لكن الناس توجه اللو بالقوة الأكثر نفوذة اللي هي إيران ماشي من جاوب أنت على نفسك من ماشي لكننا نحن اليمنيون لن يخيفنا نحن اليمنيين نعم نحن اليمنيين لن يخيفنا وبالنسبة لليمنيين لا تخفون جميل في اليمن جميل جميل يعني تعيشون على جميل كيف ترد خلي رد ما في خط بين صنعاء وطهران يعني هذي الحوتيين ما بيأخذوا الحوتيين نقول ما جبتني شكلمة سواء لا لا عم بسأل لكنا عم بسأل فأنا نستطرت في فكراتي طيب أهدأ شوية فأنا نستطر وهذا ما ينادي به المؤتمر المؤتمر الشعبي العام منذ الوهيات الأولى من 2011 وحتى اليوم ينادي بالانتخابات ينادي بشريعة الصندوق لكن الربيع العبري هو أراد فوضى شوارع واليوم يريد فوضى شوارع جديدة جميل جميل لماذا تنزع دكتور فيصل